بارح في الدوري الممتاز الاهلي والزمالك كسبو زمالك كسب سيراميكا كليوباترا الاهلي كسب فاركو الاهلي تقلق فيه جدا امام عشور في الزمالك تقلق جدا عبدالله السعيد عشان اعدي على المباراتين دول عندي ملحوظة واحدة بس ادي كده الناس كلها تكلمت فناني بارح عن اللي حصل في المباراتين وهنتكلم عنها النهاردة كمان مع زملاء العزاء محمد جمال والشهاب هيكل بس انا واقف عند نقطة واحدة بس خصة افضل لاعب في المباراة بالنسبة للمبارات الزمالك وسيراميكا كليوباترا خد الجايزة احمد رمضان بيكا واللي جاي ده ليس تقليلا من احمد رمضان بيكا من اللي سجل هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في هذه المباراة ليس تقليلا منه خالص لعيب كبير وبقى موجود دايما في قائمة منتخب مصر عبدالله السعيد اللي فرج على المباراة مبارح بجانب الهدف اللي سجله وبجانب صناعة الهدف التاني هو عمل مباراة جبيرة جدا واحدة واحدة بس تمشي معاي الشايكابتر عامل حسين قالك ايه ان احنا اعلننا اعلننا جائزة افضل لاعب او خدنا القرار فيها قبل ما الهدف التاني للزمالك ييجي هو مين اللي بيختارها جامعة وبيختارها على اساس ايه انا هقولك على اساس ايه انا عارف انا عندي المعلومة بس الاول نفكر مع بعض لازم اللي بيختار ده تبقى لجنة فنية محترفة ما تحسبهاش بس باللي بيسجل او بيصنع يعني مثلا امبارح هم ليه اختاروا احمد رابضان بيك هم افضل لاعب في المباراة بما ان النتيجة هي تحد واحد وهو اللي سجل هدف لسيراميك اللي باترة بما ان واحد واحد دي من المفترض يعني مكسب لسيراميك اللي باترة فيبقى افضل لاعب من سيراميك اللي باترة الفكرة العشوائية دي العشوائية دي دام الشغل محترفين ليه انا عبدالله السعيد على مستوى الارقام وصناعة الفرص وصناعة الكرات والتميرات القصيرة والتميرات الطولية وكل شيء كان افضل لاعب من في المباراة من الدقيقة الاول حتى الدقيقة الاخيرة ما تجيش تقولي بقى ايه عاصل احنا ما شفناش الهدف التاني فكنا قدنا قلبكهم قبل خمس ست دقائق اول خمس ست دقائق من نهاية الوقت ده غلط اصلي ولا ربع ساعة كمان ولا اي حاجة استنى اخر دي اخر دقتين تا ايه اللي مستعجل ليه يعني ده واحد اتنين هقولك حاجة دلوقتي وانا متأكد ان كله هيطلع اقولك ده مش حقيقي وده مش موجود ده مش عارف ايه بس يعني اسأله كل الناس في كل الفرق كل فرق الدوري اختيار افضل لاعب بيتم بعشوائية شديدة جدا قاله او المرائب او اي حد يروح لإدارة الفريق ده ولا إدارة الفريق ده المدارب بتاع الفريق ده والمدارب الفريق ده يقوله مين احسن لاعب شايفه من عندك يقوله سين وانت التاني مين احسن لاعب عندك يقوله صاد تمام خلاص ناخد احد منهم حسب بعنا دكتر مباراة يعني لو انا سين اللي فرقتي كاسبانة هدي من اللي عندك لو انا صاد اللي فرقتي كاسبانة هدي من اللي عندك انا مش ببالغ انا بقولك معلومة اكيدة اختيار افضل لاعب في المباراة في الدولة المصر بيتم بهذا الشكل تاني اروح لده ولا ده ولا في لجنة عشان بس اتقال كده ولا في لجنة ولا في محللين ولا في اي حد بيختار خالص ونفسي نفسي رابطة الاندية او لجنة المشابقات يقولوننا فين اللجنة دي انت حراك لو دخلت على الويب سايت الموقع الرسمي بتاع الدولة الانجليزي هتلاقي اسماء الناس الاساطير والاسماء الكبيرة اللي في كرة القدم اللي بيختاروا افضل لاعب احنا مين اللجنة اللي بتختار افضل لاعب دي فين اه اي حد يطلع اقولك هصل مجموعة من المتخصصين في الارقام وتحليل الارقام وبتاع بالمناسبة ده اصلا غلط لو انت هتحسب بالارقام بس في الملعب ده اصلا غلط في معايير كتيرة ومعايير فنية وتفاصيل وتأثير وحاجات كتيرة ايوجه فلازم اللجنة دي بقى فيها تنوع فيها مدربين فيها خبراء فيها محللين مثلا ارقام فيها تفاصيل مين دور بقى فين ومعليش يعني طي نمشي واحدة واحدة عشان بس اثبت لك كلامي عشان ممكن تقول لي ايه انه الاختبار بالطريقة انت قلتها دي ما بيحصلش واحدة واحدة لما يبقى فيه مسلا اربع خمس ست مباريات بيتلعبوا في اليوم في الاسبوع سبع تمان مباريات معلش يعني واحدة واحدة هل اللجنة اللي مختراها الرابطة او لجنة المسابقات بتبص على كل المباريات دي ويبقى فيه حد متخصص موجود في كل المباريات دي اتحداك مستحيل مش بيحصل اسكنها عاصل مفيش مين الناس مين الناس اللي بتختار فدي نقطة بس وقفت عندها عشان لو هنختار افضل لعب اه جائزة معنوية وتفاصيلها مش يعني مش هياخد جائزة كاس العالم بس يعني برضو يتبقى فيها معيير حاجة فيها احترافية شوية يا جماعة مش كل حاجة في حياتنا تمشي بالعشوية دي يعني ادفه الامور واصغرها برضو بعشوية بسهلة دي سهلة موسيقى